السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم خطاب ناري خطاب صاروخي لرئيس الجمهورية قيس سعيد البارح في حالة غضب جديد كان من يعتاه خطاب رسمي أهبط في شكل فيديو على صفحة رئيسة الجمهورية يحكي في برشة نقاط برشة موضوع برشة تجيوزات برشة جرائم تخص القضاء تخص الأعلام تعليقوا على النتائج الانتخابية على جرجيس والحرقة متاع جرجيس والدسائسة اللي صارت يعني كان خطاب هو مجلس أمن قومي لم يتم ذكر مجلس أمن قومي ولكن كانوا حاضرين فيه رئيس الحكومة الوزراء الداخلية والدفاع والعدل وعدد من القيادات العسكرية حسب ما جاء في البيان باش نرصد لكم زي دا بعض ردود الفعل ان شاء الله يكافيني الوقت خاطر برشة ناس عملت ردود فعل دونك نحاول نلخص لكم قيسة سعيد شنوه قالي قل لا مجال لأن يحل أحد محل الدولة تعرفوا فما توحي وار قاعدين يحضروا فيه ورئيس الجمهورية يعني علق على هذا واتهم من وصفهم بالغارقين في الفساد حتى النخاع بأسعي لضرب الأمن الداخلي والخارجي للدولة ويشدد على ضرورة تطبيق القانون عليها يقول الأوضاع التي تعيشها تونس اليوم واللي صار من قبل الغارقين حتى النخاع في الفساد بضرب مؤسسات الدولة وتطول على رموزها يرتقي إلى جريمة التآمر على أمن الدولة الخارجي ويقول أن الأوضاع متنجمش تستمر وهؤلاء لا يمكن أن يبقوا دون جزاء في إطار القانون ويدعو إلى تطبيق القانون للحفاظ على الدولة وعلى مؤسسات الدولة وعلى الشعب التونسي علق على الانتخابات تمتع 8% والـ 11% وقال حرفيا بأنه 12% اللي شيركوا في الانتخابات التشريعية متع 17 ديسامبر 22 خير من 99% اللي كانوا شيركوا فيها وقال وقتها الدول تبعث في رسائل التهن على 99% رغم اللي هما يعرفوا اللي هي مزورة حرفيا كما قال رئيس الجمهورية قيسي سعيد وإذا فيه انتقاد نوعا ما لأنه ما جاتوش التهيني على الانتخابات التشريعية من دول خارجية به نحب نقول لكم زيدا يقول لا مجال للتسامح مع الذين يحاولون تطويع القانون لتمكن المهربين والمجرمين من الأفلات من العقاب ويقول هذا البؤس السياسي لا يمكن أن يستمر يقول فما تنكيل مرة بالدواء مرة تصفيت الدم مرة بنزين مرة حليب مرة قاوة إلى غير ذلك يجي يحكي على جرجيس يقول بأنه تم إغراق اسمه عمليح خطره مشيل جربة وقته وقال حقائق مدوية صاروخية سيتم كشفها ليومكشفها يقول تم إغراق مكتب سمحوني مركب الهجرة غير النظامية في جرجيس واستغلال ذلك لإشعاع الأوضاع ويقول بأنه تم دفن الشهيد لول اللي توفى في عملية الحرقة دون تشريح وخرجوا برشا جوثث وهي في حال التحلل بش يزيدوا يأجروا الأوضاع يقول مئة ألف دينار جيت من فرنسا لرقم حساب موجود ثم جيت أربعمائة ألف دينار أخرى يقول من فرنسا ويقول لو كانوا وطنيين لا أعطوا الأموال للفقراء والمساكين ولكنهم أعطوها لمن بيعوا ضمائرهم للخارج يقول نيس مهم هيش أروح النيس يعني والكل يقول القارب الذي استقله الضحايا كان مثقوب ولا يتسع إلا لسبعة أشخاص ومع ذلك أصر منظم الرحلة رغم أن البحارة قالوا للأحوال الجوية ما تسمحش بالإبحار ويقول الأيام القادمة ستأتي بما يكشف حقيقة هؤلاء الذين لا تهمهم الأروح ودعا إلى الكف عن التطاول على الدولة ومؤسستها ورموزها أحكي زد على قاضي قال بأنه وجه انتقادته هنا للقضاء واتهم عدد من القضاء ولا من المنتسبين لهذا السلك بتطويع القانون لحماية المهربين والمحتكرين يقول سعيد بأنه ثم حكم مصدر في قفصها في الأيام لخيرة على واحد من المهربين يقضي بتغريمه بألف دينار مليون يعني بعد حجز بضائعة فوق قيمتها 300 مليون ورجعوا له المحجوز رغم الإدانة هذه طبعا لكلم حسب رئيس الجمهورية ويقول قيس سعيد ماذا يعني أن يتم إلقاء القبض على شخص ويتم حجز بضاعته بقيمة أكثر من 300 مليون ثم يحال على المحكمة ويتم القضاء بألف دينار اخطية وأرجع المحجوز ويقول كان على القضاء أن يعرف على أي قدم يرقص إما أن يدينه وقد أدينه بألف دينار وأعاذ إليه المحجوز بقفصة أحكي زد على موظف بوزارة خلى الخدمة متاعه ومشي يدبر عملية احتكار مع زمرة من الخوانة كما يقول رئيس الجمهورية ومعطاش معطية حول الوظيفة متاعه ولكن يقول من المفترض أن يطرد من وظيفته ولكنه يواصل عمله ويقول معناها لازم يتحمل المسؤولين داخل الإدارة مسؤوليتهم كاملة يقول سعيدة ده على الناس اللي ترشحت من حصل على مقعد بفوتات من الأصوات لا يمكن أن يتحدث عن مصير دولة ومصير شعب الناس اللي القاتل واحق في البرلمين كل باك القانون الانتخابي لقديم تواوليه في المعارضة يقول ما يزمهمش يحكي ويتحدثوا لا على الدولة ولا على الشعب التونس يحكي على الأعلام وعلى الهبة البريطانية المتهم فيها يوسف الشهد فرق على وسائل الأعلام وعلى أعلاميين وقال أسميهم هم قدامي باش الناس قالوا لقول لنا الأسامي وهبط فريد الرسمي شاسمه فيصل التبيني يقالوا لو كان تهبط الأعلاميين اللي يخذوا الفلوس واللي هتكو الأعراض واللي هو تعرض وقتها لهتك الأعراض قالوا اينا نعطيك التحية برشا نيس برشا أعلامي قالوا معنى أفضح الناس هدو ما خلنا عرفوا شكونا نخذي فلوس باش يبيض يوسف الشهد فما يقول سعيد مرتزقة يعني يوصفهم بالمرتزقة لها فوهبة بأربعين مليار باسم إصلاح الأعلام وأسماؤهم أمامي وصال الكسراوي اللي تخطف في شمس أفام قتلوا السيدة الرئيس راهوا اللي أسميهم أمامك أصدقاء وزراء من حكومتك حسب تعبيرها ويقول بأنه لربعين مليار هذه هي هبة وهبتها شركة لرئيسة الحكومة سنة 2016 باسم إصلاح منظومة الأعلام تمتع بها عدد ممن يدعون أنهم من المحللين والخبراء في وسائل الأعلام وما همش محلين وما همش خبراء بل مرتزقة ارتموا في أحضن الخارج وأسمهم أمامي كما يقول رئيس الجمهورية به زد بين جيه للردود للأفعال سيمي بن سلم يقول عليه العوض ومنه العوض وكهو جوست ديريكت بعد الخطاب عيمد بن حليم يقول زام علي جي ببلاغ رئيسة الجمهورية أنه الرئيسة اجتماع بأشخاص تم ذكرهم بالصفة وتجنب الحديث عن انعقاد مجلس الأمن القومي ثبته في التركيبة فم غيب بارز ومهم جدا عبد السلام مزبيدي رئيس تحرير إذاعة موزيك سابقا يقول خطاب سعية درس في فهم المضمون من لغة الجسد صوت المتحدث وحركات يديه وجوه واجمة ومكفهرة تشبيك الأصابع نظرات العيون تائعة يحط لثانقات ترقع ما رأسوحه فيه يتبع لي وكالة ريترز يقول يظهر لي المقصود هو الاتحاد رأسا وبعد اتعدى سب الناس اللي تفكرها الكلفة الثنية حكاة هو على الخروج الآمن همشو قلكم اشنو قال على الخروج الآمن رئيس الجمهورية قال لما جل العودة إلى الوراء اطلاقا ولن نترك لهم طريقا للخروج الآمن كما يتحدث البعض شكونا هو نجبدة حكاية الخروج الآمن هو غازي الشويشي تقريبا غازي الشويشي حكاية على الخروج الآمن قال نأمنه القيسي سعيد خروج آمن هذا كان رد الأغلب أنه على كلام غازي الشويشي وقته قال في حوار إذاعي نضمن له خروج آمن في سيق حديثه على الحوار يبدو أنه هذا كهو الشويشي وعبه معناها عب وزيدة يحكي على هذا على هذا الاتجاب بشرة نيس حكيت على الاجتماع على اللي كانوا حاضرين كان فما كان نوع من الغش رئيس الجمهورية كان في حالة غضب عز الدين بن محمود سحفي بالإذاعة تونسي يقول لقد أتت من شرفة لا تطل على الوطن ومن كوكب آخر شدوا الهم لقد قضية الأمر فيسلت بيني يقول رأى ذا رسمي وقته وقته بشتحبطنا أسماء الأعلاميين اللي اخذوا 40 مليار من الفيش اللي يقصد في يوسف الشهد فرأى ذا رسمي خلينا نرقد ويرحم والديك وانشر ذا أخبار أهبط في فيفري 2022 لتلميع صورة يوسف الشهد استولى على هيبة بريطانية ونيابة العمومية تتحرك مصادر مطلعة أفادت أن المصالح الرقبية بوزارة المالية أحالت على النيابة العمومية ملف هيبة تحصلت عليها تونس من المملكة المتحدة أواخر 2018 وتم صرفها بداية من سنة 2016 عفوا نخذيها 2016 تم صرفها بداية من 2018 على كروني كوريت وأعلاميين فسر تبيني يقول هل تتحقق أمنيتي زا ما بيش نعيش ونشوف عصابة الشهد الأعلامية تتحاسب يقول أعملها يا قيس